بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي سنشرح حاجة مهمة قوي اول خطوة بتعملها بعد ما تسطر بوبونتو على الجهاز عندك ان انا هبدأ ازبط اللايبهات على الجهاز انا في المثال بتاعي في الماشين اللي انا بشرح عليها دلوقتي مزبطة انها بتواخدها IP Automatic DHCP لابصينا كده ادل ويرد ويرد ستنج دخلنا على ستنج بتاعتها هنلاقي ادل واخد IP 141 واخد من IP Vision 4 واخد Automatic DHCP طبعا الطريقة السهلة او كده او انت شغلت جي قوي هتعدل من هنا اينا مساء انا هاجي في المانوال اعدي اي بي تاني وده اي بي انا هشتغل بي في الشرح وادي بتاعتي وادي اي اصبت اي بي اي اي بي اخد اعدي اول اتعجي اي احتراب ان اقرأي هو هذا اللي اي اتعجي او انت شغل بي اتعجي اتعجي من المنتصف الكمال هتجادي الكمال انتصف نريح ومخصف الكمال يضع اي اريد السابق انا مش مطلعه نت تمام الايبي اللي هو 141 اللي كان المتاخد ده طالع انترنت هنشوف اللي هيحصل في الشكل ايكونة بتاعته هنا فوق اول حاجة اول ما قول له ابلاي لو بصرنا هلاقي اللي احنا عملنا ما اتطبقش ده اول حاجة هتبص هتلاقي الايبي هات ما اتغيرتش عشان التعديل اللي انا عملته يتطبق لازم اعمل disable و enable الكارتر عملت disable ايه وهعمل enable بصوا اول حاجة سألني الانترنت بصورت بتاعي ايه تمام ثاني حاجة شكل الايكونة فوق اتغيرت اعطي لي علامة استفاهية مع الكارتة النيتروك بتاعتي لو دخلنا نبصوا دلوقتي على setting هنلاقي ان التعديلات اللي انا عملتها اتطبقت اهو الابي 240 وبقت manual طيب دي اسهل طريقة لو انت هتشتغل graphic ودني معاك سهلة طب اكتر شغلنا بيبقى terminal فانا هعمل ايه هرجع هنا تاني الشغل زي مكان automatic وحقول له upload وهرجع disable وهرجع enable عشان يبدأ يحسر بالتغيير وهي دي راجع تاني الابي بتاعنا وان انترنت بتاعنا شغل ما فيش اي مشكلة تمام اهي وهي دي الابي تاني راجع 141 طب لو انت شغلت terminal وده بيحصل في 90% من الشغل فاول حاجة عايزيني ان اعرفها ان الفايل اللي انا هعدل فيه مكانه فين مكانه جوه الفولدر لو دخلنا جوه كمبيوتر جوه اي تي سي هنلاقي حاجة اسمها نيت بلين هنلاقي جوها الفايل بتاعنا اللي هو 01 نيتورك منجر تمام؟ واخلي بالي من حاجة اللي انا دلوقتي هشتغل عليه ده انا زي ما انا هنشوف هنلاقي اني لازم بانت دي كي برميشة بتاعت الروت عشان تبدأ تعدل الكلام ده تمام؟ واخلي بالي عشان ايه الدنيا تبا ماشية معايا سهلة وبعارف انا بعمل ايه فالانا هعمله دلوقتي انا لو فتحت الفايل ده دلوقتي انا لو فتحت الفايل ده دلوقتي كده جماعة بالتكست مسلا اتفرج عليه هتلاقي ان هو فودي ان انت مش عامل اي تعديلات فيه هقفله وحبدأ افتح الترمينال بتاعتي علشان ابدأ اعدل في الفايل ده وحواليكو ان الفرق دلوقتي هفتح ترمينال تانية ثلاثة اتنين ترمينال اول حاجة هعملها هندخل على البوس بتاعه cd مسافة اللي هي اي تي سي بتاعتنا على النت بداي ان احنا قلنا عليها هنبوس هنلاقي عمل يا جماعة ادي الداير ادي الفايل بتاعنا اللي احنا هنشتغر كل شغلنا عليه تلاحظوا انه كتب اسم الوزر بتاعي لان شغال بيه اللي هو موسلي تمام موسلي جاي من موسلي اكاديمي اللي احنا مش رح فيها طيب انا دلوقتي عايز اخوش اعدل في الفايل ده اول حاجة عايز ابوس اللي قريبهت بتاعتي ايه والدنيا بتاعتي ايه عشان نبقى عارفين الدنيا بتاعتنا عاملة ازاي هنقول له ip address show لو بصينا كده هنلاقي يا جماعة هنلاقي ان الكارتة النتروك احنا هنشتغل عليها اسمها user net zero كده ده مهم اشان هنكتبوه كمان شوية واحنا شغالين هنبص هنلاقي ان الكاتب lgb اللي انا واخده وصب نت اللي انا واخدها ال 24 تمام هنلاقي المعلومات عن الكارتة بتاعتي هنخش كده يا جماعة اعمل بالامر nano عادي خالص تمام nano على الفايل بتاعي هو zero واحد network manager وحامل enter بصوا كاتب لي ايه تحت كاتب لي اسم الفايل بتاعي اللي انا هشتغل عليه اس ان رايتابول انت ملكش حق اتعدل فيه اللي انت هتكتبه ماينفعش سيفه بنفس الاسم تمام هطلع بقطور اكس هاجي هنا في التاب التانية اهي بمنتهى البساطة عشان اقول له انا عايز اخد بلمشا الروت هقول له سودو باش هايسقلني بصورد بتاعك انت ايه كتبتها دوسو ايه اللي هيحصل بدلا ما كان اسم الوزر بتاعي موصلي اسم الكمبيوتر اهو فوق اهو موجود اهو كان الاسم اللي اشغال به اهو اتغير بقى اسمه يا جماعة روت يعني انت دلوقتي شغال بالبرميشن بتاع الروت طبعا نخش نانو تاني على الفايل بتاعي اتغير بميشن نصرح نسول الديار اتغير بقى اسم اهاو اتغير بقى و اخش اسم الفايل بتاعي اهو ندخل ما دخلاش في المكان بس يا جماعة اكتر لنانو ستوضع الجزء بقى اضافة نتبلان على الفائل بتاعي اللي هو 0 1 dash network او فتح وما كتاب ليش تحت ايه ان انت عايز تعدل اخلي بالي وانا بعدل هنا جماعة المسافات انا هنا بتحرك بالمسافات بالاسهم والمسافات بتاعتي بالمسافة مش بالتاب نخلي بالني اقوي من الحتة دي لان هو ده بالترتيب بتاع السطور بيفرق معي اقوي ندخل انا هنا اقوم باقي احضار ايه اوfor magnetic انت مturن نح MERC sweatingدي باقي اخر جب اوانا اي اي بي هادل ريم تدمير نحن احضار بالمسافات true يعني automatic false يعني انا هدخل بداية استراتيق اي بي مدام قلت له false يبقى هعمل ايه لازم هاقول له الادرس بتاعي بتاع الاي بي هاقول له addresses والتين فبعض وخلي بالي من كوسين دول تمام دول فايت دول انا بكتب جواهم الاي بي بتاعي تمام وخلي بالي من حاجة انا ممكن اعدي الكارتة طبعا الاكتر من اي بي فحكتبه ازاي الاي بي هاكتب اي بي عيادي خالص اي بي على سبنت بتاعته في المثال ده 10-00-240-24 لو في اي بي تاني حكتب كومة بعد الـ 24 ودي في الاي بي التاني بالسبنت ماسك بتاعته بي تساني مني ايه بي تساني مني جيتوي بتاعتي انا هطلع منين في المثال بتاعي جيتوي بتاعي اللي هو 254-10-00-254 طبعا عشان يطلع النت محتاج ايه او عشان يشتغل في الشبكة عندي محتاج ايه بالنم محتاج الـ NIMSERVER اللي هو DNS بتاعي فبقوله الـ NIMSERVER بتاعتي لهي كذا وكذا يبقى اكيد ان نساني مني ايه الـ ADDRESSES واخلي بالي الـ ADDRESSES دي بتاعت مين بتاعت الـ NIMSERVER يبقى هخش دوا مسافتين هكتب الـ ADDRESS بتاعت مين الـ IB ADDRESS بتاعت مين بتاعت الـ DNS مادام IP ADDRESS يبقى اكتمع بين ايه Cosين عشان لو حافصت بكومة هبقى اكتب 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 من DNS انا هنا هكتبدي نس واحد بس اللي هو اربعة ثمانية بعدها اكيد على سيف اللي انا عملته هعمل كنترل اكس عايز سيف اول مولو كنترل اكس هتسيفه لا احقول له اس اللي هي واي قال لي هتسيف على نفسه الترقه تمام حبدأ اطبق اللي انا عملته ده اللي هو مين يا جماعة اللي هو سودو نت بدان قبلوي تمام قال لي ايه قال لي انت عندها غلطة هنا في اسر نت وفعلا انا قصدها ان انا مش حاطط الاسر نت مش حاطط فيها الاس في الاول لو رجعنا تاني للملف بتاعي هتلاقي الاسر نت نقيص حرف الاس شايفينها هاخش اعدلها هزود الاس بس وهسيف تاني ميزة تجمع الانت ابلوي دي ان هو لو في ايرو بيتلحولي تمام نفذ او بصوا شاشة الترقه دي بسرعة دي ده هو النيتروك بتاعتي عشان اخد اي بي تاني فمش طلع نت انا مش بتلعه نت عشان كده طلعت لي شاشة البيضة دي اللي هي بتاعت بروكسي بس ما علينا يعني تمام ادي سودو نت قبلين قبلين ما انساش الكلام بتاعنا وتلاحظوا ان كارتة النيتروك وفوق على اليمين ما فياش اسمتها ترات كمبيوتروت تمام ولما عملنا اي بي ادت شو ادي التعديل بتاعي اهو ال اي بي اللي انا عطتوله اللي هو امتين واربعين موجود معي طيب انا دلوقتي لو حبيت الغي اللي انا عملت او حبيت اعدل فيه تمام انا ممتها البساطة لو دخلت على الملف بتاعي تاني تمام ممتها البساطة حمسح اللي انا كتبته ده يبقى كده انا لغيت الكونفوريشان اللي انا عملته حمسح اهو عادي خالص بدريت وسيف بنفس الاسم اللي انا عايزه تمام حبدأ امسح اهو ملف تيكست عادي وحبدأ امسح منه كل من اول اسم اللي انا حطيتها دي وممكن اغير طبعا يعني ممكن تغير او ممكن تمسح انا في المثال ده بامسح اش هرجح الاصلات تانية عشان ده شرح واحسايف طبعا ما لساش كنتور اكس عايز سايف واي تمام بنفس الاسم حقول له اه انتر هتلاحظوا ان علامة النيتورك فوق بص يا جماعة ما حصلش ايه تعديلش ما عملتش ابلاي حقول له ابلاي تمام بص علامة النيتورك زهري التاني عندي اهي شايفينها وبقى اعملت اي بي قد الشور راجع تاني اللي هي بتاعة 141 لو تفتكروا او 141 ده اللي هو اخده اي بي عندي تمام وطبعا نجيه اي ممكن تشتغل بالكلام ده كله بانموس عادي وما فيش اي مشكلة وشكرا على وقت حضراتكم موسيقى موسيقى